اشتركوا في القناة ماذا نفعل قبل النوم دراجون؟ هل تحب أن تسمع قصة؟ أجل نعم هيا بنا اليوم سوف أحكي لك قصة جميلة جدا اسمها أهلا أهلا بعيد الفطر وهي من تأليف المؤلفة ميرنا براج هيا بنا دراجون هل أنت مستعد لسماع القصة؟ أجل جميل جدا هيا بنا بعد شهر صيام طويل استيقظ كريم صباح يوم عيد الفطر فرحا غسل كريم وجهه ونظف أسنانه لبس كريم فياب العيد الجديدة ثم مشط شعره قبل كريم ماما وبابا وراح يغني أغنية العيد أهلا 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 بالعيد مرحب 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 مريغ ه Lenovo ها 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 جميل جدا ذهب كريم مع بابا إلى المسجد ليصل بصلاة العيد ماذا نقول الله أكبر بعد ذلك ذهب كريم وريمة وماما وبابا لزيارة بيت تيتا وجده بعد أن أخذ العيديا من ماما وبابا ذهب مع بابا إلى مدينة الملاهي هل تحب مدينة الملاهي درابت؟ أجل جميل ركب كريم السيارات المطاطية وركب تريمة وبابا الدولاب الهوائي جلس كريم على المقعة بالقرب من ولد ولدي يبكي وسأله قائلا مرحبا أنا كريم لما تبكي؟ لماذا؟ سوف نرى قال الولد أحلم أنا رمزي وأنا أبكي لأن لا مال معي لألعب بهذه الألعاب يا حرام حزن كريم على صديقه الجديد رمزي فأعطاه عدية ليلعب شكرا شكر رمزي كريم وفرح كريم بما فعل ممتاز عاد كريم إلى البيت مع ريمة وبابا وماما مصرورا بالعيد هل نمت دراجون؟ نام دراجون والآن وقت نومي أنا أيضا تصبحون على خير اشتركوا في القناة شكرا شكرا